بدي أنا شنقه لهذا الزرامي هذا اللي اللي ضايقاتها البنتي بدي شنقه بدي عدامه والمسؤولين عن المحرر يأخذوا لنا حقنا تحت نطاق الشرع ومن فوق نطاق الشرع يعني نحن لا أبقان الله إن لم ننصف هذه المرأة على عمال المازوط اللي عبروه بيجيب عشر طولة مازوط ليعيش أولاده وأنا واحد من هون وهذا أمر يحصل حتى بين الأخ وأخوه حتى بين الأب وأبنه الحكم بيننا وبينكم هو الشرع أكيد الكل سمع بقصة فاطمة اللي صاوبت في مخيمات أطمة وهي عم تهرب مازوط طبعا في كتير إشاعات وروايات طلعت حول هذا الموضوع هذا الأمر دعانا لنشتغل حلقة ونعرف مع بعض نائش القصة لهيك رح نحاول نجمع أكبر عدد من المعلومات ونلتقي مع الشهود والمسؤولين ونعرف مع بعض نائش القصة خلوكم معنا السلام عليكم متابعين الأكارم نحن الآن رح نلتقي مع أهل الأخت المغدورة يعني ونتواصل معين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلين وسهلين أهلين الحمد لله رب العالمين نقدر الله ما شاء أفعل وتصاوبت أختنا يعني لو تحكينا يعني التفاصيل كيف وصل كل الخبر أنتو أنه انضربت يعني ابن عمي نحن قاعدين بالبيت يجي علينا ولاد ما بعرف مين يجي هاتف دقة عليها هاتف عثمان ابن عمي قال فاطمة تقوست لك أشهد قوست قال تقوست والله حملنا حانا ورحنا لهونيكي رحنا على المشفى لقيناها بالمشفى ما خلونا ندخلها لها المكان اللي تصاوبت فيه وين ما رحته لي ولا بعرفه بين الزيتو لا بعرفه لا بيعرفني بين الزيتو نحرف الطريق والله يعني بعد ما وصلكم الخبر أشو ساويته وين رحته والله ما سوينا رحنا على المشفى رحنا على المشفى كمان ايجي طالع واحد الزلم يعمل معنا ومقابلي وكذا صرنا نحكي وقلنا له ياخي نحن ما بريد نريد نسير مشاكل ولا شي خالص أبدا جايبين هجاين لهوني لحقنا هجبنا كي أسدام معنا كمان ولحقنا لهون ايجينا لها ونفتنا وعملوها العملية وقلها مرنبار على هاللقف في الاعناي المشددي نحاول يعني نكون يا أولاد عمي يا أهل ضيعتي يا أهل الجزيري جميع بترجاكم كل الرجاء لا حدا يعمل شي ولا حدا يعمل بنت بنتي وما بريد يحدا يعمل مشاكل شي خالص نحن الشخص اللي ارتكب هيك شي نحن نطالب في محاكمته بهذا الأمر وبنفس الوقت كمان نحن ما نعمل نخلق مشاكل ونثير الفتن الناس ممكن تصطاد هذا الأمر فنحن مننا ناخد الحقيقة منكم أنتوا أهلها يعني الله يباريك فيكم وفقكم هذا الحقيقة الله وكيلك وكل السماة والأراضيين هذا اللي منعرفهم طيب عمي نحن بدنا كلمة من عندك تتوجه انتش بتحب توجه رسالة أو كلمة يعني أنا بريد ما بريد يصير مشاكل يعني مشان بنتي بريد الأمور بريد القضاء العادل بريد يعني بدي أنا شنقوا لهالزرامي هذا اللي اللي ضائقتها البنتي بدي شنقوا بدي عدامه شايف انتو بتعرفوه هي بتشتغل هيك دائماً يا ابتروح ايه عبتروح ايه عبتروح ايه عبتروح يا ابنختي ما أمس انكسرت قلت لي يا ابنتي لأبغتروح انكسرت يا ابنتي اللي وفقي قال لي يا اي مهود مني بدي عيش ومدى اطلج عليكم أبوي اليك مع وجلطة ومع ورد القلب ومحتشاف القلب بعيد لعنك بطلبوها جبنا راح جبنا طاقة وجبنا بطارية وجبنا خزان وجبنا غسالي قلنسة ما تطلع والله سلام عليكم متابعوا حلقتنا وياكم حيث وصلنا الى مكان الحادثة التي حصلت والان معنا المحقق انت يوم من خلال التحقيقات اللي ساوي تبين معك شي يعني شو الحادثة بشكل كامل بتفاصيلة يعني يعني نحكي شوي حقيقة الموضوع اللي صار يعني بعيدا عن الروايات اللي طلعت كتير يعني حول هذا الموضوع طبعا هلاق الوقت كتير بطلع بدي تشوي سمتها بتشوي سمتها بتعرف على هكذا نحنا هلاق في عنا مجرية التحقيق طبعا وفي شهود وعم جاء يعني على على قوال للشهود بنعرف كل شي نحنا وعم سلاق انه الشهود اللي بيقوله انه طبعا اللي اللي المصابي اللي اكلت طلقة طبعا اكلت من جهة الامام طبعا اللي كانوا حراس حدود كانوا من جهة وراه يعني انت عم تقول انه مسلا ممكن يكون في جهة ثالثة نحنا ساعتنا في التحقيق احكي الله انت يعني شخص سيكم في المخيم الرواية اللي انتو حضرتوها يعني هون اشو صار احضرناها انا كنت قاعد عند هزلام يعني نحن تعودين على اطلاق النار بشكل دائم يوميا الليلة نهارا على المهاربين على عمال المازوت اللي عبروح بيجيب عشر طولة مازوت اللي يعيش ولادو انا واحد من هون مرة بيصادروا ليها مرة بيحرقوها مرة بيشقوها مرة بمفوت فيها وعلى المنوال الماشيين نحن فاسمعنا اطلاق النار بتعودينها بشكل دائم كلنا امر عادي والله قاعدين عنده على السطور مرة ضربوا عن صيب يعني عاب يضربوا بصيبوا وخاء لا للانصاف يعني في ناس احسن من الدقن من عناصر الهيئة وعناصر الحدود وفي ناس اسوء من السوق نحن بدنا الحقيقة اللي صالت يعني بعيدا عن انو هذا الشخص اوهي مرحات على المزوت هاي البنت وبنتي واختها والمرأة اللي صابت ماحن كلو حدية اخداد قالوني عشل تورة مزوت ايوه فاسمعنا اطلاق النار منعهن وصار اطلاق النار نحن ما منقول من ايده لراسها بس بالنهاية هو المسبب ترجع له ممكن ضربها على الارض ايجت عليها ممكن خطفت من ايده ايجت عليها نحن ما منقول مباشر من ايد الزلمة لراسها انت اسمعت طلقة وحدة انو يعني رش او رصاص طلع اسمعنا رصاص كتير بعدين 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 صار اطلاق نار كسيف التاجت الناس واني قلنا المعناته مستحيلة في اصابي ايجينا لغينا ولمستحفينها وتم الامر على هالشكل التالي ونحن تحت نظلة الشرق ونتمنى من الله ومن الحكومي والمسؤولين عن المحرر ياخدون لنا حقنا تحت نطاق الشرق ومن فوق نطاق الشرق والله يجزيه الخير الجميع انا كنت برا المخيم عصد في ايجيت في الماتور اشوف اللقاء لو فيه حرمي من الصوبي حطوها ما بعرف انو مضاياتنا يعني على الماتور اسعف تايا على الماتور لتحت للطريق العام هون وتلقينا سيارة للمنظمين اللي بتشتغل بالباطون طب بينها بالمعزل المصرنا لفتح له الطريق قدامه نتابعوا حلقتنا وإياكم حيث وصلنا إلى إدارة منطقة أطمى حيث نلتقي مع مدير منطقة أطمى السيد كفاح جعفر وأعضاء مجلس الشورى والصلح في منطقة أطمى المطالعين على قضية الأخت فاطمة في الحادثة التي وقعت قبل أيام بداية مرحب فيك استاذ كفاح سهلا حياكم لو تحكينا موضوع القضية بشكل كامل وتفاصيل يعني أنتم أكثر من ناس المطالعين على هذا الأمر حياك الله الله يبارك فيكم ويحفظكم في الحقيقة نحن ببداية اسمعنا بالخبر أول شيء نحن يعني صلى الله عز وجل أنه يشافي أختنا ويردها إلى أهله وأطفالها إن شاء الله بكامل الصحة والعافية إن شاء الله نحن مباشرة من مجرد اسمعنا النباء يعني كنا قريبين من المكان يعني فهرعنا للمكان مباشرة وحقيقة قبل ما توصل يعني الأخت إلى المشفى يعني فكنا في المكان وجدنا شوية في كان في شوية بلبلي موجودة بين الشباب النقطة اللي صارت معها الحادثي والمخيم يعني فحاولنا قدر المكان أنه يعني نهدي الأمور الأبضاء يعني في هناك جمعنا ما نملك يعني من معلومات وقدمناها يعني إلى الجهة المختصة المعنية في الأمر يعني وقمنا مباشرة بتوقيف النقاط اللي هي كانت على احتكاك مع المخيم مباشرة واستبدالهم بأخوه بجهاز الأمنعام يعني وللآن يعني التحقيقات الجارية يعني دائماً للآن تأتينا شهادات مختلفة مضاربة حول يعني الحادثي يعني دقائق الحادثي يعني فللآن يعني التحقيقات الجارية الأفضل أنه نحن ما نتكلم بما لدينا بالمعلومات لأنه يعني التحقيق لسه الآن الآن قضية يعني شغالية ولسه الآن ما انتهت يعني الآن ما استقرت على رواية كاملة يعني ودقيقة فيعني من نسبة لنا كمنطقة مباشرة صارعنا يعني كالعادي بأنه وقفنا للشباب اللي هني كانوا سبب بالمشكلة يعني قلين نقول سبب يعني ومباشرة يعني متابعين وضع الأخت كمان بالمشفى بنفس الوقت يعني كان فيه أخوة يعني مختصين اللي جني بتابع الأخت في المشفى بشكل دائم يعني والأمور الآن دازالت يعني ضمن القضاء يعني وكان فيه يعني الأهل أهل وذوي الأخت يعني جلسنا معهم أكثر من جلسة والجماعة يعني بوجود الأخوة يعني آآ بجلس الصلاح وعضاء مجلس الشورى الحقيقة كان لهم جهد كبير يعني وهذا حقيقة يعني بفضل عز وجل يعني هني دائما سباقين للخير يعني صارت يعني قضية المجتمع واستنفرت الناس كلها وطلعت يعني عدة روايات حول هذا الموضوع آآ هل يعني ترية معكم مين الشخص اللي أطلقوا واشو الدوافع اللي يعني دفعته للي يضرب هاي كمارا يعني في مهاد المكان آآ هو يا أخوة بنحنا للآن الأنباء للآن متضارب يعني اللي ينرواي الدقيقة اللي الآن ما ما بالأخوة في التحقيق والشباب يعني في التحقيق موجودين ووووو موقوفين وللآن يعني التحقيقات جارية يعني في أه، المنطقة نحنا شنع نعم أبينها في 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 إدارتين متواجدين في إدارتين مختلفتين يعني فيه شرطة وأمن وكذا بين منطقتين مختلفتين فبالتالي أنت لابد أنه فيه تباين ما بين الضبط الأمني ما بين منطقة ومنطقة هذا الأمر فيه تباين كبير ونحن نسأل الله عز وجل أنه تتوحد المناطق المحررة كلها بإدارة واحدة وهذا حقيقة ما ندعو به دائما لكن نحن شئنا أمام هذا الواقع وهذا الواقع تحتم علينا كإدارة وكإدارة منطقة فإنه يكون فيه شيء فيه تهريب فيه عبوات عم تفوت فيه أشخاص مطلوبين يعني للقضاء عليهم حقوق شخصية كذا كمان عبي يستغلوا هذا الفوضى الموجودة ما بين المنطقتين فمثال شخص مثلا مطلوب في إدلب فبيلجأ لمنطقة عفريين من أجل أنه يهرب يعني كل ذلك العكس يعني ففيه تنسيق لكن التنسيق الآن لا يصل إلى مستوى كبير يعني من هذا ففيه يعني فيه تعرف موضوع الحبوب وموضوع الممنوعات اللي عم تدخل يعني فلابد كان من أنه وضع نقاط على الحدود على الشريطة الحدودي وللآن يعني للآن التحقيقات الجارية في هذا إن كان هناك أي تفريط من قبل أي شخص سواء كان من قبل يعني الشباب العاملين على النقاط الحدودي أو حراس الحدود لن نتهاون يعني لن نتهاون يعني معه يعني أبدا وهذا الأمر يعني مسلم بالنسبة لنا هناك كثير من من الأشخاص الذين تجاوزوا سواء كانوا في العمل الأمني أو كانوا في العمل العسكري أو حتى في أمراء في هذا هم في السجون وخضعوا لحكم يعني تمام الله تعافي الآن الحادثة وقعت وصارت يعني هل القضية رح تتابع وتستمر ومين رح يظل يتابعها ويلاحق في أمره القضية إلى أين لو جاوبنا على هذا السؤال أنت أو أحد المشارك يعني أخي القضية نحن يعني ما في قضية بفضل عز وجل ماتت إما القضية تحل قضاء أو تحل صلحان ونحن لا نزاود على أولياء الدم فأولياء الدم طالبوا بالعدل وبذلنا عز وجل يعني نحن لا أبقان الله إن لم ننصف هذه المرايا بذلنا عز وجل إذن نشكر السيد كفاح على الشرح والتوضيح الذي قام به وننتقل إلى إخواننا ومشايخنا في لجنة الصالح مع سيد جهاد قسوم السلام عليكم لو تحكينا يعني عن الحادثة وأنتم كلجنة صلح يعني عملكم ودوركم في هذا الموضوع حياك الله بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين اللهم أرزقنا الله ما أرينا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطل وأرزقنا اجتنابه نحن كرجال صلح في المنطقة علمنا بوقوع حادثة إصابة أمرأة أخت لنا من قرية سفوهن في منطقة الحدود شمال أطمي للغرب وهي قريبة إلى الحدود التركية ذهبنا فورا كرجال صلحيين إلى الوقوف على رأس الحادثة ومجريات القضية فحقيقة شاهدنا أخوتنا في إدارة أطمي متواجدين في الحدث بكافة طاقة من الإدارة وعلمنا منهم بأنه تم توقيف الأخوة المتسببين بالحادثة وأنهم قيد التحقيق وأخبرونا بأنهم متابعين هذه القضية بجدية حتى نهايتها وسيطبق الحكم العادل في الأخ المتسبب بهذه القضية مهما كانت نتائج الحكم انتقلنا إلى الطرف الآخر الطرف الآخر أخوي أهل أولياء الدم الحقيقي كان اللقاء طيب من أخوتنا أهل قرية سفوهن وأعلمون بأنهم مسلمين هذا الأمر إلى القضاء ويرتقيه الشرع في هذه القضية ونحن بدورنا كالرجال الصلح رح نتابع هذه القضية إن شاء الله حتى نهايتها وأخوتنا في المنطقة وعدونا بأنهم سيطلعون على التحقيقات أول بأول ونشكر أخوتنا في إدارة المنطقة ونشكر أخوتنا أهل الأولياء الدم ونسأل الله سبحانه وتعالى أشفاء لأخوتنا وردها لبيتها سالمي غانمي مشافاء إن شاء الله الله أطمئنا عافية وشكرا الله أعافيك وزاكم الخير بارك الله فيكم ننتقي للشيخ أبي يوسف لو تحكينا السلام عليكم الله يكرم في ربك لو تحكينا كانت الجلسة في مضافتك لو تحكينا تفاصيل الجلسة الأولى اللي صارت في المضافة عندك أشو التفاصيل اللي صارت ويعني الحدث بوقته كان عندك لو تحكينا هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين الحادث بالتفصيل اتصلوا فينا ابناء المخيم والأخوي من الإدارة بأنه وقع حادث على الساتر الشمالي المخيمات الجهة الشمالية الشرقية فأنا كان عندي في المضافة في اجتماع لأمر ما فقمنا حوالي 30 رجل ورحنا للمكان الموجود كان موجود ناس معصبي وعبط عيط وناس موقفي فوقفنا وحكينا كلمة خير إن شاء الله وقلنا لهم أخوتي الشرق هو ميزاننا هو دستورنا اللي منمشي علي مين منكم ما هو راضي بالشرق قال كلنا راضين بالشرق قلنا لهم تمام تفضلوا لعندي وهلأ بيجوا الأخوي من مجلس الصالح وبيجوا الأخوي من الإدارة وبنتفهم على صيغة وهذا أمر يحصل حتى بين الأخ وأخوه حتى بين الأب وأبنه وهذا الشخص اللي أخطأ الله سبحانه وتعالى موجود وراح تشوفوا أنه يتحاسب من قبل مسؤولين عنه وما في عندنا الطرفين نحنا كلياتنا واحد إن شاء الله تعالى فالناس استجابت وكانوا أخوتنا مجلس الصالح ومجلس الشورى موجودين بالإضافة لأخوتنا بالإدارة كانوا موجودين وأخذنا عهد على أقرباءنا وأهلنا أهل سفوهن وأهل الهيب في قسم من جماعة الهيب كمان متضرر وإن شاء الله عبتجينا أخبار من المشفى اللي متواجد فيه المرأة بإنها إن شاء الله أحوالها في تحسن ونأمل من الله سبحانه وتعالى أنه يهدي بالها الجماعة وبال الجميع ومجلس الصالح موجود والخيرين أمثالكم موجودين وكلم نوجهها لأصحاب الفتن الحل تم على أساس شرعي من له اعتراض على الشرع فليخبرنا الحل شرعي بتعهد الإدارة وتعهد مجلس الصالح وتعهد كل الخيرين في المنطقة والكل راضي في الشرع أولياء الدم راضين في الشرع وإن شاء الله سبحانه وتعالى ما بيضيح حق وأنتم موجودين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن وصلنا لنهاية حلقتنا شفتم معنا كلام الشهود اللي كانوا موجودين مع فاطمة وسمعتوا كلام أهلها والحمد لله يعني وصلنا في الوقت المناسب وكان متواجد المحقق اللي عم يحقق في هاي القضية وسمعتوا كلامه إن شاء الله تكون الحلقة ووصلت لمبتغاها وعرفنا من خلال أشوالصة نلقاكم قريبا في حلقة جديدة من برنامجكم أشوالصة يا خاي انتظرونا